النهاردة هقولك نحل مشكلة انتهاك ارشادات المجتمع في التيك توك ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معي الشرح ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة قناة ياسمين عشور نهاردة هنحل مشكلة انتهاك ارشادات المجتمع في التيك توك والفيديو ده انا قول ما رعمله على القناة لان ما كانش حصل معي قبل كده كده على التيك توك نشرت فيديو مبارح وجالي انتهاك ارشادات المجتمع ويالله بينا نحل المشكلة دي يا ردد بقى بنابدأ شرح النهاردة وتعمل لايك الفيديو ده ولو ما هتشوف قناتي تعمل اشتراك في القناة عشان يجي لك اي اشعار انا بنزله او اي فيديو انا بنزله طبعا معظم شرحاتي او يعني 60% و 70% من الشرحات على القناة في التيك توك فاعمل لي اشتراك في القناة وهتستفاد جدا يالله بينا مع بعض كده على التيك توك يا ردد ما ننساش اللايك لان اللايك بيفرق معايا جدا لكن فارق معايا جدا بروح مع بعض كده على المنافل الشخصي عندي على التيك توك وبعدين ببدأ ان انا اجيب الفيديوهات لو نزلنا كده بيلاقي انتهاج ارشادات المجتمع ببدأ ان انا اضغط عليه طبعا لما بيجي لك انتهاج ارشادات المجتمع بيقولك تمت الازالة بسبب النزاهة والاصالة طبعا هنا ببدأ ان انا انزل كده وبضغط على عرض التفاصيل طبعا من هنا بيتفتح لك لتم ازالة الفيديو وهنا بيقولك القراءة والملاحظات هل توافق على قرار ازالة الفيديو الخاص بك بنقوله لا اوافق طبعا بيقولك انت لا توافق ليه هنا بيقولك يعني يعني دلوقتي ان الفيديو اللي انا نزلته ده مش موجود على يعني الفيديو ده اللي انا بنزلهه انا نزله بصوتي ومش موجود تاني منه على التيك توك او كده هنا بقى بنبدأ ان هنقرأ يعني ايه بنبدأ نقرأ سبب المشكلة بتاعت انها مش عاوزة للفيديو يزدل فببدأ ان انا نقرأ هاقرأ وارجعلك تاني ببدأ ان انا اضغط على تم نشر الفيديو الخاص به على منصات اخرى دون مشكلة ببدأ ان اضغط عليها وبعمل ارسال من هنا تم ارسال ملاحظة بضغط على موافق وتم وكده تمام انا دلوقتي ان انا مش موافقة ان الفيديو ده يتزال معاي طيب عندنا هنا طعن ببدأ ان اضغط على كلمة طعن ومن هنا طبعا بقولك سبب الطعن ببدأ ان انا اكتب لهم سبب الطعن وارجعلك تاني طبعا هنا لازم نكتب لهم سبب الطعن هنا بنقول طبا يومك تيك توك الفيديو الخاص به لا ينتهج ارشادات المجتمع ارجو استرجاع نشر الفيديو وحل المشكلة وشكرا وبنضغط على كلمة متابعة وهنا ارسال من هنا بيحلوا على طول المشكلة وبيرجعوا الفيديو بتاعك طيب الفيديو بتاعي لو هو بتاعي بيرجع لكن لو هو مش بتاعي ما ظنش ان هو يرجع لان هيشوف الطعن بتاعك وهيرجعه هيررف ان الفيديو ده مش بتاعك فبيبدأ ان هو يلغي الطعن ده ويبدأ ان هو هيحزف الفيديو بتبدأ انت تحزفه خلاص وما يقبلش الطعن طبعا بيجي لك رسالة على صندوق الوارد وبقولك ان مش هيرجعوا الفيديو تاني لان الفيديو مش خاص بي لكن ان الفيديو بتاعي خاص بي وتمام وفيش اي مشكلة ان شاء الله بيرجع وبس كده عندك اي سؤال اوصف صغار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته